السلام عليكم ورحمة الله ازاي تقدر في ساعة زمن واحدة تعمل مخرطة من خلالها تقدر تعمل الاعواد الاستوانية دي باي قطر وباي طول وكمان من مميزات المخرطة انك تقدر تلمها وتجمعها مش تاخد حيز في الورشة عندك طريقة تنفيذها سهلة جدا ليها مميزات كتير وليها عيب واحد هنعرفه ان شاء الله في نهاية الفيديو دعا نشوف طريقة التنفيذ هنستخدم مصمرين طول 8 سم وسمكة 10 ميلي وكذلك رمان بل يكون القطر الداخلي نفس القطر المصمر وبعدين هنبدأ نلحم المصمرين الصغيرين دول عشان نعمل الزومبة اللي هتمسك الخشب وطبعا لو مفيش عندك مكنة لحام ممكن اي حداد يعملهولك مش يستغرق دقايق وانت غايف كده انا عملت اول زومبة اللي بتلف الخشب فاضل اعمل الزومبة التانية اللي بتبقى بمثابة سنتر الخشبة بتلف عليها بعد ما قصيت راس المصمر هبدأ اسبت المصمر في المتقاب وبعدين بالصاروخ ابدأ ادور الطرف التاني كده اصبح عندي اتنين زومبة جاهزين وهنعرف طريقة استخدامهم كمان شوية تعالوا بقى ننفذ جسم المخرطة هنجيب قطعة خشب عرض حوالي عشرين سنتي وطول حوالي تسعة وعشرين سنتي هبدأ اسبتها بالشكل ده وابدأ اقيس بالدريل او الشنيور اللي عندي في المنتصب بالزبط مكان السقب اللي هسبته فيه الدريل ونفس المكان بالزبط هنقله على قطعة الخشب التانية عشان طبعا هعمل جنبين او طرفين للمخرطة وبقيس بالزبط مقاس وحجم الرمان بيل وابدأ اسقبه على المتقاب وكده هيكون شكل تركيب الزومبة الاولى تعالوا بقى نسقب سقب تاني عشان نركب الزومبة التانية في الاتجاه التاني ممكن طبعا تركب الزومبة التانية على الرمان بيل زي الاولى بالزبط ولكن انا حبيت استخدم طريقة برضو مختلفة شوية ان انا جبت مصورة من المعدن وعملتها كجلبة وسبت فيها المصمر على طول مباشرة وانت بقى تختار اي طريقة تنازبك هنبدأ بعد كده نسبت جانب المخرطة طبعا الخامة انا استخدمتها في الفيديو هي الفون بورد انت تقدر تستخدم اي خامة متوفرة عندك سواء خشب او ام دي اف او كونتر ده كده جانب المخرطة والشانيور او الدريل اللي بيركب بالشكل ده نفس الطريقة اللي عملتها في الجانب ده هعملها في الجانب التاني زي ما احنا شايفين ولازم اتأكد ان الصقبين وصاد بعض بالزبط بعد كده هسبتها على طرف الطاولة او البنش وابدأ اعمل قاعدة الروتر المنزلق وانا بركب قطعتين الخشب اللي هيشيل الروتر لازم الاحظ ان تكون المسافة اليمين زي الشمال بالزبط عشان يكون الروتر في المنتصف ابدأ سبتهم من اسفل وسبتهم من اعلى وبقطعة خشب 5 ملي بجيب المنتصف وبعدين بحط عليها قطعة خشب 18 ملي عشان يسقط جواها الروتر ويكون ثابت زي ما هنشوف مع بعض كده قاعدة الروتر جاهزة بستخدمها بشكل ده بدفع بايدي من اسفل في اتجاه البنش او الطاولة وانا ماسك الروتر من فوق بتتحرك بالشكلة بابدأ اجيب بقى منتصف قطعة الخشب اللي عايز اخرطها وبعد كده بالزنبا الاولى ابدأ احدد اماكن الشوكة او المسامير عشان اغرزهم دوه الخشب بحيث طبعا تكون الزنبا في منتصف الخشب ده كده مكان الزنبا الاولى وبعدين هقلب الخشبة واعمل سقبة في الطرف التاني عشان اسبت الزنبا التاني هبدأ اسبت بقى جوانب المخرطة على الطاولة او البنش وعلى البعد اللي انا عايزه وابدأ اسبتها بالفتايل او الكلمة وهسبت الخشبة في المخرطة زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده الخشبة اصبحت سبتة بين الزنبتين ابدأ بعد كده بقى اسبت الزنبا الاولى في الشانيور او الدريل بالشكل ده واستخدم ريشة حفر مع الروتر وكل ما كانت عريضة كل ما كان افضل بعد كده هسبت تشغيل الدريل او الشانيور بالكليبس البلاستيك على مفتاح التشغيل هزبط الروتر وخلي عمق ريشة الحفر او بنت الحفر حوالي مثلا واحد او اتنين ملي جوى الخشب وبعدين ابدأ انزلها او اعلي الكستير بالتدريج كل مرة واحد او اتنين ملي بحيث تبقى الخراطة بتاعتي بشكل تدريجي بعد كده بصنفرها متين وعشرين ابدأ صنفر الخشب ده كده شكل عود الخشب بعد الخراطة والصنفرة هبدأ بعد كده اشيل الفتايل او الكلمب وافك قطعة الخشب وابدأ اقص الاطراف بتاعتها او الزيادات ودي كده النتيجة تقدر تتحكم في قطر وطول الاعواد لحد السمك او القطر بتاع يد المكنسة طبعا الاعواد الاستوانية دي مطلوبة في مجال الديكور وزي ما احنا شايفين نتيجة رائعة جدا تقدر بقى تتحكم في القطر وفي الطول زي ما انت عايز المميزات كتير من ضمنها ان انت تقدر بعد ما تخلص تجمع المخراطة كده وتشيلها في اي ركن في الورش مش هتاخد عندك حيز كمان تكلفة انتاجها بسيطة جدا لو انت طبعا عندك دريل وعندك روتر فتعتبر انت بتكلف دوبك الخامع او الخشب اللي بتجمع بيه طبعا طريق التنفيذة سهلة جدا في خلال ساعة واحدة ممكن تنفذ المخراطة طيب نيجي بقى للعيوب هي طبعا ليها عيب واحد ولكنه عيب انا شايف انه عيب كبير شوية وهي ان الوقت اللي بتستغرقه عشان تعمل العود ده وقت طويل شوية انا خدت بالزبط نص ساعة عشان اقدر اعمل عود واحد فهي هتكون نجحة معاك في الانتاج البسيط لو انت عايز مثلا قطعة قطعتين تلاتة مش مشكلة انما لو انت عايز تعمل شغل كمي فدي طبعا لها تصلح اطلاقا الشغل الكامي ليه مكان مخصوص بيديك الاستوانات والاختار المطلوبة دي كده المميزات والعيوب بتاعتها وكنا عملنا قبل كده فيديو عن طريقة عمل الكوائل الصغيرة برضو بالدريل ويسلاح المنشار هسيبلك الرابط بتاعها ان شاء الله في سنده الوصف وهيظهر دلوقتي في الفيديوهات المرشحة دعواتكم هنا جميعا بالتوفيق الله ومجزينا جميعا خير الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله